اشتركوا في القناة لم يتفاجأ اللبنانيون بنتائج الانتخابات المحلية فعند اللبنانيين وحدهم المصالح تخفي الخلافات وطائفة تهزم المجتمع المدني النتائج الرسمية الأولى للانتخابات أظهرت فوز لائحة البيارتي المدعومة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أما لائحة بيروت مدينة المدعومة من الحراك المدني فقد فشلت وتمكن حزب الله وحلفائه من الفوز في الانتخابات التي جرت في معاقله في البقاء نتابع بدون مفاجآت أطائفة تهزم المجتمع المدني والتحالفات المصلحية تأتي أولا بدون اعتبار للخلافات والمعارك التي تسبق الانتخابات وتعود بعدها التحالف المصلحي الأهم تحالف تيار المستقبل مع حركة أمل حليفة حزب الله وشركته في الهجوم على المستقبل وحلفائه يوم السابع من أيار عام 2008 يوم القمصان السوداء الذي كلف وقتها المستقبل أكثر من مئة قتيل وآثارا لم يتعاف منها المجتمع اللبناني حتى اليوم مع ازدياد الاحتقان الطائفي ولكن لا صوت يعلو فوق صوت الفوز بالمعركة الانتخابية واثمارها اللاحقة في طرابلس أيضا مفاوضات بين المستقبل ونجيب ميقاتي القمصان السود الذين أطاحوا بسعد الحريري وجاءوا بميقاتي لا يبدو أنهم أثروا في قرار التحالف مع حليف بشار الأسد السابق وفي زحله ذات الغالبية المسيحية خاض الطيار الوطني الحر بإزعامة ميشيل عون والقوات اللبنانية بإزعامة سمير جعجع أعداء الأمس المعركة في وجه آل سكاف أبرز عائلة سياسية في المدينة وهنا كشفت الرغبة في الفوز بالانتخابات القدرة على تجاوز الضغاء المؤسسة على حروب ودماء حزب الله تعامل مع الموضوع وفق لغته إياها وظهر شريط للنائب في حزب الله حسين الحاج حسن يتلو فيه تكليفا حزبيا يأمر فيه من وصفهم بالمجاهدين وهم هنا جمهور الطائفة الشيعية بأن يقترعوا للوائح الحزب بطلب من الأمين العام المقترعون هنا مجاهدون وليسوا مواطنين وهذه معادلة تختصر علاقة الحزب بالحياة العامة في لبنان قوى المجتمع المدني حصلت كالعادة أيضا على شرف المحاولة فقط مثل ما فعلت أيام حصارها للمؤسسات اللبنانية ردا على أزمة النفايات ولكنها فشلت ويقول مراقبون أن فشل المجتمع المدني في تحقيق أي اختراق في انتخابات العاصمة يعود إلى تدني نسبة الإقبال على التصويت وتكتل الأحزاب التقليدية الكبرى التي تخطط انقساماتها السياسية والتحالفات ضد مرشحين مستقلين ناقمين على أدائها في السلطة على الرغم من أن مرشح بيروت مدينة قد استفادوا من تغطية أعلامية تلفزيونية قل نظيرها دفعتهم للتحليق بعيدا في أحلام غير قابلة للتحقق في بلد تنتصر فيه الطائفة على المجتمع وبعد كم من المبالغات والقراءات الميدانية والسياسية الخاطئة فوجئت حملة بيروت مدينة في يوم المعركة بحقائق الحياة اللبنانية وكانوا يعتقدون قبلها أن المستقبل والتيار العوني وحزب الله قوى مصطنعة وأن الشعب سحب التوكيل السياسي منها ليس نفاق الحياة السياسية والحزبية والطائفية والشعارات هو ما فضحته الانتخابات البلدية فقط بل أيضا شراهة القوى السياسية الشراهة التي ربما تكشفت بهذه الصورة بسبب نقص تمويل الخارجي للقوى السياسية إذ إنها تجعل من الأموال المحلية بديلا محتملا وبدون أي دعاء أو تجميل كان العنوان الحقيقي للانتخابات في لحظة الإفلاس هو نريد البلديات ونريد أموالها وعلى القاعدة الشعبية أن تستجيب وتكفى عن الأسئلة التي لا مبررة لها من بيروت أرحب بضيفي لقمان سليم مدير مؤسسة أمم للأبحاث أستاذ لقمان أهلا بك معنا في آخر الأسبوع مجددا أهلا بك يعني رغم العداء السياسي حتى في بعض الأحيان عداء تاريخي بين الأحزاب اللبنانية والمكونات السياسية إلا أنه شفنا بهذه الانتخابات كيف يعني تصالحوا وكان هناك تحالفات واضحة في بعض المناطق كيف تقرأها؟ صحيح يا سيدتي ولكن دعينا أن نقيس ما جرى بمناسبة الانتخابات البلدية بما كان العام الماضي عندما عمت المظاهرات وسط بيروت بمناسبة أزمة النفايات وقامت المظاهرة الكبرى يوم 29 آب 2015 ولكننا في الثلاثين من آب 2015 سمعنا رئيس مجلس النواب نبيه بري يدعو كل أنداده من أمراء الطوائف والميليشيات المكرسين إلى طاولة حوار تعقد في 9 أيلول فإذا اجتماع القوى السياسية بمناسبة هذه الانتخابات البلدية ليس بالأمر المدهش وله سوابق عديدة وآخرها السابقة التي ذكرت وأظن بأن التقرير الذي عرضتموه يفيد بشكل دقيق إلى واقع الحال اليوم هناك حاجة ماسة لدى كل هذه القوى السياسية ليس إلى الاستئثار فقط بالقرار على المستوى المحلي وإنما بالإمكانيات التي تتيحها السيطرة على البلديات وبهذا المعنى فالجميع من حزب الله إلى حركة أمل إلى العونيين إلى القوات اللبنانية إلى تيار المستقبل بحاجة إلى هذه الإمكانيات وهذه الإمكانيات أحيانا كثيرة تتجاوز ما نتخيله هذه الإمكانيات مثلا استيز لقمان الهاتف الخلوي في لبنان هذه العائدات ترتبط بعائدات كثيرة لا يتنبه لها المواطن عندما يذهب إلى قلم الاقتراع وبهذا المعنى للأسف التيار المدني أثبت مرة جديدة أنه مصاب بداء الطفولية وأنه مصاب بنوع من التفاؤل المركب والمبالغ فيه سوف أتحدث معك عن التيار المدني ولكن لماذا اللبنانيين استيز لقمان بالفعل لا يأبهون أو لا ينظرون إلى مثل هذه الأمور عندما يذهبون للاقتراع لأنه يعني يتحدثون عن الطائفية يتحدثون عن الفساد السياسي كل هذه المظاهرات المدنية وحركات الاحتجاجية التي رأيناها خلال هذه السنة وبس يوصل الموضوع لعند الاقتراع وصناديق الاقتراع يعودون ويقترعون ويصوتون لنفس الأشخاص ولنفس الأحزاب السياسية يعني دعينا هنا نفصل بعض الشيء فمثلا نسبة الامتناع عن التصويت في بيروت بلغت حوالي 80% وأظن بأن هذه النسبة هي الاقتراع الحقيقي هي التصويت الحقيقي الناس وصلوا إلى درجة من اليأس ومن الأحباط يكاد يذهب بهم إلى حد القول بأنه ليس هناك من سبيل إلى أي إصلاح أو إلى أي تغيير وأظن بأن اللبنانيين من خلال امتناعهم في بيروت أثبتوا أن ناخبهم أن مرشحهم الأساسي هو اليأس أما في مناطق أخرى التي شهدنا فيها ارتفاع نسبة التصويت كما في مثلا من مدينة بعلبك حيث بلغت تنافس على أشده بين تيارات معارضة لحزب الله وحزب الله فلقد وجدنا أن نسبة التصويت ترتفع لأن الناس يعرفون بأنهم يخوضون معركة حقيقية وقابلة للربع أما في بيروت أمام تحالف السلطة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فلقد فهم المواطن بأن لا أمل له لا سيما إن أضفنا أن أجهزة الدولة جميعا من وزارة الداخلية إلى الأجهزة الأمنية كانت مجندة لخدمة لائحة ما يسمى البيارتة أي لائحة الاقتلافية التي فازت بالانتخابات أستاذ لقمان هيدول الثمانين بالمئة التي تحدثت عنهم في بيروت الذين يعزفوا عن التصويت لماذا لم يعطوا صوتهم لبيروت مدينة لتيار مدني تماما سؤال وجيه ولكن أظن بأن هناك عدة عوامل دفعت الناس إلى عدم التعاطف الكامل مع هذه اللائحة لربما أول هذه العوامل هي أن لائحة بيروت مدينة مثلت ما يمكن تسميته بالمجتمع المدني لأربع عشر أذار ولم تخاطب الجمهور قاطبة الأمر الثاني هو أن الشعارات التي رفعتها بيروت مدينة من مثل زيادة المناطق الخضراء ومزيدنا التطوير المدني وبدت غريبة إلى حد بعيد عن هموم الناس الذين كانوا يتوقعون خطابا أدخل في السياسة أدخل في حياتهم اليومية الأمر الثالث والأهم هو التشخيص مفردات المواجهة فبيروت مدينة اختارت عدد من المواضيع التي بدأ بشكل واضح بأنها لا تمس الناخب البيروتي الذي لم يعد مقيما اليوم في بيروت ولكن الذي انتشر على مجمل الأراضي اللبنانية بسبب من ما يسمى سياسات الإعمار على أنه أود أن أضيف نقطتين مهمتين أولا هذه الانتخابات البلدية جرت في غياب حزب الله أسباب الغياب لن نخوض فيها ولكن حزب الله اختار أن لا يتدخل وأظن بأن هذا القرار يجب أن يؤخذ بالاعتبار في أي قراءة لهذه الانتخابات العمر الثاني هو أن بعض التيارات يعني حزب الله لم يكن له من مرشح صريح على اللائحة الائتلافية ودع جمهوره إلى عدم التصويت بمعنى الجمهور الحزبي وبالتالي فهناك كمية من الأصوات في بيروت التي يمون عليها حزب الله لم تتوجه في أي اتجاه الأمر الملاحظة الأخيرة أو مقبل الأخيرة هي أن التصويت للائحة بيروت مدينة أثبت كم أن الشارع اللبناني منقسم عموديا فمثلا ثلث الأصوات التي حازت عليها هذه اللائحة إنما جاءت من ناخبين مسيحيين يعترضون على خيارات أحزابهم ولم تصب لمصلحة بيروت مدينة لأن الناخبين هؤلاء هم فعلا من المؤمنين بالمفاهيم المدنية إذن المنازلة لم تكن فقط بين لائحة السلطة ولائحة مقابل لائحة السلطة وإنما تضمنت أيضا الكثير من تصفية الحسابات الداخلية يعني السنة صوتوا أو لم يصوتوا عقابا لسعد الحريري والمؤسسة الحريرية المسيحيون صوتوا لبيروت مدينة اعتراضا على سياسات القوات وعون المتحالفة بشكل أعمى مع الحريري الدروز ولو أن عدد أصواتهم قليل كان تصويتهم ملتبسا وبهذا المعنى فلم نشهد منازلة بين طرفين وإنما شهدنا مجموعة من الثارات الانتخابية التي انتهت إلى فوز لائحة السلطة وهزيمة الأخرون بدي أتشكرك أستاذ لقمان سليم مدير مؤسسة أمم للأبحاث كنت معنا مباشرة من بيروت شكرا على وجودك في آخر الأسبوع مستمرون معكم ونتابع شخصية الأسبوع مسرور البرزاني الذي يمثل جيل العودة إلى الأجداد وإلى حلم دولة كردستان أيضا ترجمة نانسي قنقر